ليبيا ترابلس إلى واجهة الأحداث مرة أخرى بعد أعلان مفاجئ لحكومة الإنقاذ السابقة سيطرتها على مقاليد السلطة في المدينة واعتبارها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المدعومة دوليا حكومة غير شرعية خليفة لغويل رئيس حكومة الإنقاذ التي رفضت في شهر نيسان الماضي تسليم السلطة لحكومة السراج دعا وزراءه ورؤساء الهيئات السابقة للعودة إلى ممارسة عملهم وردا على هذا الإعلان توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة الاستقرار في العاصمة لتبدو ترابلس أمام تحولات كبيرة تنذر باندلاع مواجهة بين أنصار حكومتي الإنقاذ والوفاق المتنافستين على السلطة في العاصمة فحكومة الإنقاذ تحطى بدعم من المؤتمر الوطني العام ومن مجموعات مسلحة في حين تحتفظ حكومة السراج بورقة اتفاق الصخيرات في المغرب الذي جاء بها إلى السلطة وبالدعم الدولي لكنها على ما يبدو لا تمتلك مخالب على الأرض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي استنكر تحركات لغويل وحذر الموفد الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر من الفوضى مجددا دعمه لحكومة الوفاق ذات الموقف أعلنته واشنطن التي طالبت بضبط النفس ضبط النفس هذا نجح حتى الآن في منع وقوع مواجهة بين الحكومتين المتنافستين لكنه لم يمنع خوف أهالي ترابلس من عودة التصعيد خاصة بعد الهدوء الذي عاشته المدينة لأشهر عدة وما يثير القلق أكثر الانعكاسات المتوقعة على المعركة التي تخوضها قوات حكومة الوفاق ضد تنظيم الدولة في سرط إضافة إلى مستقبل المصالح وإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب والذي كان رهان المجتمع الدولي على حكومة السراج في جمع الفرقاء الليبيين ليبيا بعد عودة حكومة الإنقاذ تصبح بثلاثة حكومات وبرلمانين وغابة من السلاح والميليشيات ليتحول الوفاق في ظل هذه التطورات إلى حلم بعيد المنال ترجمة نانسي قنقر